وعلى الساحة لأونة، هذه المبارزة العونية في الشارع جعلت التيار الوطني حراً في قيادة المسار السياسي وعطته لوناً أرجوانياً جديداً في وطن الألوان الصارخة والمقررة العونيون مناصرين وقيادات وزراء ونواباً نزلوا باندفاعة كبيرة وتمكنوا من إحكام الطوق على المفارق والساحات وصولاً إلى وسط البلد وفي لحظة قرار صارت المدينة برتقالية تعلوها قبعات وأعلام التيار في تحرك تفوق على ما سبقه من تظاهرات أمام السرايا مواقف القيادات العونية في تظاهرة اليوم رفضت أن تحصر المطالب بالاعتراض على التمديد لقائد الجيش فوسعت الأهداف والتقطت رنين الشارع لتحول ماضي العراك السياسي إلى مضارع وزمن الشارع اليوم لم يعد كما قبله وعلى الحشود يجري التفاوض ويثبت ميشيل عون أنه رمز قادر على فرض الشروط وتبديل قواعد اللعبة التي ستختبر أول تجاربها في جلسة مجلس الوزراء المفترضة غداً سار عون بعون الله فيما شكوى رئيس الحكومة لغير الأردن مذلة حمل تمام سلام هموم بلاده إلى عمان ونقل إلى الجالية اللبنانية هناك ما قاله إنها أوجاعنا وآلامنا ومصائبنا من الشغور الرئاسي إلى تعطيل السلطة التشريعية والشلل الذي يضن الحكومة وأفرغ ما في قلبه من غضب عن ما أسماه النفايات السياسية والعضوية والاقتصادية والاجتماعية لكن رئيس الحكومة لم يضم الشكوى الصحفية إلى خطابه حيث ما زال وطن القلم والحرف وعاصمة الإعلام يبيع ويجير انتخابات مهنة الحبر من نقابة الصحافة الممسوخة مع نقيب غير ذي صفة إلى نقابة المحررين التي حكمها السلطان ملحم كرم أكثر من أربعين عاماً ثم أورفها القرار السياسي إلى النقيب الياسعون الذي سقط سهواً ولأننا شعب يتوق إلى الانتخابات مع حرماننا من صندوق الاقتراع فقد اعتقدنا أن في نقابة المحررين انتخابات نزيهة يتنافس عليها أرباب المهنة الأصليون لكن العملية الديمقراطية انتهت إلى نتيجة هي بنت عم التمديد هي نهاية يوم بدأه ميشيل عون ونهاية مهنة يتمدد فيها الياسعون ترجمة نانسي قنقر